بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأصلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الفتاوى أسأل ربي صدق التوكل عليه وحسن الاعتماد عليه وقوة اليقين به هب لنا ربنا عينا منك ترعانا ونورا منك يغشانا وعفوا منك يشملنا واجعل لنا يا ربنا لصان صدق يسمع وعملا صالحا يرفع اللهم أمين وأجيب على بعض أسئلتكم التي تفضلتم بإرسالها إلى القناة إن شاء الله تعالى أجيب على ما تيسر بإيجاز واختصار إب يسأل السائل ويقول استيقظ من النوم في تمام الساعة السامنة صباحا ولم يصلي الفجر ما الذي يجب عليه عندئذ هل يصلي سنة الفجر قبل الفجر أم ماذا يصنع نقول لأخينا أولا لا تتعود النوم حتى تشرق الشمس لا تتعود بل بفضل الله تعالى لدينا من الوسائل ما يمكننا من الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها فقد يسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال الصلاة لوقتها وقال ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونزل جبريل لما فرضت الصلاة عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصل به يعني كل الصلاوات في يومين اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت وبعدين عرفوا إن وقت كل صلاة ما بين هذين الوقتين المحددين ومعلوم أن وقت صلاة الصبح ينتهي بشروق الشمس لكن لا يعني ذلك ألا تصلي فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عند تذكرها حتى ولو تركها عمدا فليستغفر الله وليصلي تلك الصلاة فلا تعود نفسك النوم حتى يعني تشرق الشمس إلا لا قدر الله غلبك النوم في يوم من الأيام لديك ظرف من الظروف كنت مجهدا كنت متعبا فالأمر فيه ساعة عندئذ والله تعالى أعلى وأعلم فأنت مطالب بصلاة سنة الفجر وهي سنة الأحناف ربما يعني قالوا بوجوبها فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع سنة الفجر ولا يدع الوتر عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا سفر فتصلي ركعتين السنة أولا ثم تصلي صلاة الفريضة ثم إذا رغبت فصل سنة أضحى وأسأل ربي أن يعفو عننا وعنك وأن يوفقنا لرضاه اللهم آمين أخونا صيدالي بيسأل أريد أن أخرج زكاة سمن الأدوية التي عندي فهل أخرجوا الزكاة عن قيمة يعني الأدوية بالجملة أم بسعر المفرق لا أنت بتحسب قيمة الأدوية بالسعر الذي تبيع به بالسعر المحدد الذي تبيع به وبتجمل الجملة إذا كان عندك شيء بسعر الجملة بتعمله بسعر الجملة المفرق بسعر المفرق إذا فيه نسبة هالك بتطلعها وبعدين الإجمالي تخرج عنه إن شاء الله تعالى الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين من كل مئة اثنين ونصف بالمئة وهكذا إب يسأل ويقول توفية أخته قبل أبيه وأمه وعندها ولد فماذا ترس أو ماذا يرس ذلك الولد أولا رحمها الله تعالى رحمة واسعة هذا الولد محجوب بك لأن السائل دا رجل فهو محجوب بك لكن المعمول به في مصر حتى لنفتي في وادي والواقع يكون في وادي آخر وفي بلاد الشام وفي الباكستان وفي تركيا وفي كثير من البلدان ما يسمى بالوصية الواجبة فلما رأوا يعني تغافل الأجداد عن الإيصاء بشيء من المال للأحفاد وحتى لا تجتمع مرارة اليتم مع مرارة الحرمان فهنا يعني قالوا بما يسمى بالوصية الواجبة أن يرس الولد أو أن ترس البنت نصيب أبي أو نصيب أمه فيما لا يزيد على السلس فيما لا يزيد على سلس التركة وتحتاج في الحقيقة أو يحتاج قانون الوصية إلى شيء من التعديل كما قال ذلك كثير من الفقهاء والخبراء القانونيين لكن هي يعني تأخذ نصيبا عن طريق الوصية الواجبة وليس عن طريق الميراس هل يجوز وضع التراب على جثمان الميت داخل القبر حفاظا على الجثة؟ أنا لا أدري ما معنى يعني أو ما المقصود بالحفاظ على الجثة؟ أولا بيوضع الميت ويهال التراب على القبر اللحد واللحد بنضع بعض الأشياء التي تحول دون وصول التراب عليه لكن إن كان هناك شيء من التحلل أو كذا ويعني فعلنا ذلك الأمر الأولى عدم فعله الأولى عدم فعل ذلك الأمر والله تعالى أعلى وأعلم يقول هل ممكن دفن أمي مع أبي في نفس القبر؟ في نفس الوقت لا إلا لضرورة إن كانت هناك ضرورة ملجئة لذلك الأمر في نفس القبر وفي نفس الوقت طب هل يمكن دفن الزوجة أو الإبن مع أمه أو زوجة مع زوجها في نفس القبر وبينهما فاصل زمني كره ذلك بعض قال العلماء لكن من ناحية الجواز فهو جائز لكنه مكروه والأولى أن تدفن المرأة مع النساء والردل مع الرجال ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة لذلك الأمر ابتسأل ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لا بأس بإزالته ما دام ينفره يعني وما دام يشويه الشكل تقول ولدها توفي ولها إخوة في محافظة أخرى ولا تريد أن يكون أحدهم وليا لها في الزواج فهل يحق لها أن تستخلف وليا آخر من كبار المنطقة التي تسكنها يبدو أن شيئا بينها وبين إخوانها يعني ديحوه لدون قيام أحدهم بهذه المسألة من قبلها هي إذا كان لها ولد والولد بالغ فيمكن أن يكون وليا لك في عقد الزواج وإلا فاستعيني بالله أولا ثم انتدي بأحد إخوانك بارك الله تعالى فيك حتى ولو كانت بينكما يعني بعض المشاكل أو المنازعات فافعل ذلك طاعة لله تعالى فلا يجوز لك أن تتزوج بغيري ولي لا يحل لامرأة أن تتزوج بغيري ولي أيوم امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحوها باطل أختنا شيماء من المغرب تقول أريد سيام شهر شوال ولكن لدي علي دين فهل يجوز سيام شوال قبل سيام الدين الذي علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما هي تخصد سيام ستة أيام من شوال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر أي كأنما صام السنة فالأولى والأفضل أن نبدأ بإكمال وإتمام عدة شهر رمضان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه فالذي يبدأ بصيام ستة من شوال لم يصم رمضان فكيف يطبعه بستة أيام من شوال ولذلك الأولى كما أقول أن نكمل عدة صيام رمضان وفي نفس الوقت إذا الإنسان مات قبل أن يخضي ما عليه يحاسب على ذلك التفريط وقد فردت لأنني شغلت بالسنة عن الفرد عن الركن فلنبدأ ولذلك أقول لكل أخواتنا ولكل بناتنا ولكل إخواننا الذين عليهم أيام من رمضان أن يتموا عدة صيام رمضان أولا وربما السؤال الذي يتكرر كثيرا هل يجوز أن نجمع النيتين معا نية القضاء مع نية أيام من شوال قال بذلك البعض لكن على كل ننوي أننا نصوم يعني بنية القضاء يعني جاءني سؤال بالأمس عبر هاتفي تقول أخت إنها عليها أربعة أيام من رمضان ثم تريد غسيام ستة أيام من شوال فقالت نويت أن أصوم عشرة أيام فصامت بعض الأيام ولم تصوم البعض الآخر وقالت لم أستطع الإكمال فما حكم سيامي الأيام التي صامتها هي لم تفرق في النية بين الفريضة بين نية القضاء وبين النفل لم تفرق ورذلك قلت لها خروجا من الخلاف صومي أربعة أيام مع تبيهة النية قبل الفجر بالقضاء وإفراد النية بالقضاء فصومي ما عليك إن استطعت أن تصوم الستة بعد ذلك فبها ونعمة وإلا فعلى الأقل فقد صمت وأديت الدين الذي عليك أيضا سؤال له علاقة بنفس الأمر هل أخذ الستة أيام البيض تصومهم يعني وبعد كده تقدم عليها لا إبدأي بما عليك الأول والله تعالى أعلى وأعلم أختنا موظفة تقول يعني عمرها يعني أشرف على الستين وتذهب للعمل يومين فقط بعلم مدير العمل ولا حاجة لوجود في مكان ذلك العمل والمدير يأذن لي بعدم التواجد إن كانت هناك ضرورة وهناك عمل لا يقوم به غيرك أو تتعطى المصالح الناس فلا يجوز لك أبدا حتى ولو أزن لك ذلك المدير لأنه لا يدفع الراتب من جيبه إنما من مال عام فلننتبه لذلك الأمر سؤال من أخينا يبدو أنه عازم إن شاء الله تعالى على الحج يقول هل يجوز للحج المتمتع أن يصوم سلاسة أيام في الحج وسبعة إذا رجع مع القدرة المالية على شراء الهدي وخاصة لم يعود الآن سوق للهدي ولا شراء هدي وأصبحت مجرد سكوك فأقول لأخينا بارك الله تعالى فيك إنما يكون السيام مع عدم القدرة على الدفع بدون تقادرا على دفع قيمة السك فالسك تشرف عليه جهات شرعية هناك ويعني يعني تبرأ زمتك وساحتك بدفع قيمة ذلك السك طيب إن كنت لا تطمئن فلديك من الأقارب من المعارف من الأصدقاء الكثير في مكة فيمكن أن تكلف أحدهم بالإتيان بكبش بتيس ليزبح هناك في مكة وليوزع على فقراء الحرم هدية لهؤلاء الفقراء لأن الله تعالى امتنى عليك بأداء عمرة وحجة في سفرة واحدة أسئلة أخرى في الحقيقة يعني لها علاقة بالمعاملات البنكية نحاول أن نبتعد عنها قدر استطاعتنا ولا نلجأ إليها إلا لا قدر الله لا قدر الله إذا ما اضطررنا اضطرارا لذلك الأمر أيضا ابتسأل زوجة سؤال وتقول ماذا أفعل زوجي يتعصب لأدفع الأسباب ولا يدع لي فرصة للدفاع عن نفسي ويظن أنه على الحق على طول الطريق ويؤول كل تصرفاتي وكلماتي تأويلا غير حقيقي على الإطلاق فماذا أفعل أقول لابنتنا أعانك الله تعالى على ما أنت فيه والمقام في مثل ذلك الجو يكون في غاية الصعوبة والمشقة عند انعدام السقة وافتقاد لغة التواصل المحترم الراقية بين الطرفين وعند تلمس الأخطاء من قبل الزوج وتلمس الأخطاء من شأنه أن يكذر الصفو صفو الحياة أن يعكر المزاج أن يضيق الصدر يضيق من ذلك الصدر السليم وينفر أيضا الطبع اصبري وتحملي وسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلبي زودك وحينما تفيئ الأعصاب وفي لحظة صفى حاولي أن تبين له وجهة نظرك وأنك ما قصدت إلا كذا فبيني له ذلك الأمر وسأل الله تعالى أن يقبل منك وأن يقبل عليك اللهم آمين اللهم آمين أيضا سؤال آخر من أحد المتصلين يقول ما حكمه من أفطر يوما متعمدا من أيام شهر رمضان دا في الحقيقة ارتكب كبيرة من الكبائر وقع في معصية كبيرة من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضيه صيام الدهر ولو صامه عليه أن يستغفر الله تعالى من ذلك الإسم الذي وقع فيه وهو مطالب بصيام يوم من مكان اليوم الذي أفطره معانية عدم العودة لمثل ذلك الإسم في المستقبل بأي حال من الأحوال إب يسأل أيضا ويقول هل يجوز للإمام الجالس لمرض أن يأم الواقفين خلفه من المأمومين أولا يجوز للإمام الراتب لعلة مرض عارض وليس دائم مستمر أن يصلي بالناس جالسا على كرسي وأن يصلي خلفه المأمومون واقفين وربما جالسين عند البعض الآخر كالحنابلة ومن قال بقولهم أما عند غيرهم فليصلي القادر على القيام قائمة للإمام الراتب أما غير الإمام الراتب فعزره لنفسه لا يكون لغيره فالأولى أن يصلي إمام قادر على القيام في الصلاة بالناس إن شاء الله تعالى تقول حصل خلاف يقول هل يجوز تغميض العين أثناء الصلاة للتركيز والخشوع الأولى والأفضل أن أطرق بعيني في موطن سجودي لكن إن لاحت بعض الصور بعض المناظر أو كنت في مكان مفتوح وتشغلني بعض الأشياء فلا مانع من إغماض العيني سوى ذلك فيكره للمصلي أن يغمض عينيه حال صلاته حال صلاته في الأحوال العادية لكن إن كان هناك ما يدعوه لذلك ما يدعوه من صور أو مناظر أو أشياء تشغله فلا مانع من إغماض العيني في سؤال في الحقيقة وهو سؤال طويل حبتين أنه زوجة يعني قال لها زوجها لو خرجت من البيت فأنت طالق وكانت حامل وخرجت فليقع الطلاق ومرة أخرى أمره أبوه أن يطلقها فقال لها أنت طالق ومرة ثالثة ضربها أبوه وشكت لزوجها فقال لها أنت طالق فنصيحتي لابنتنا أن تذهب لدار الإفتاء والله يكون في عونك أسأل ربي أن يعينك على ما أنت فيه فإذهبي لدار الإفتاء يا ابنتي وهي موجودة في عواصم المحافظات وأسأل ربي أن يفرج كربك وأن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك لكن في الطلقة يعني الثانية والثالثة ده طلاق صريح أما في الطلقة الأولى إن خرجت إن فعلت فلابد من الاستفسار عن نية ذلك الزوج ماذا كانت نيته بيسأل سائل ويقول ما المراد بحديث الآحد أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها المتواتر ومنها الآحد المتواتر الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع أي عدد كبير من الناس يستحيل اتفاقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى من أول السند أي رجال السند من لدن الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية التابعي أو تابعي التابعي إلى نهاية سند الحديث النبوي هذا الحديث المتواتر أما حديث الآحد فالذي سمعه واحد أو اثنان أو ربما سلاسة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو سمعه من ذلك الواحد أو الاثنين أو السلاسة جمع غفير كثير بعد ذلك من السقات الصادقين فيعد حديث آحاد أي ما سمعه أفراد قليلون آحاد الناس وحكم العمل بحديث الآحاد أنه يوجب العلم والعمل ما دام حديثا ثابتا الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل جميعا ما دام كما قلت ثابت الصحة والنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وللعلم فمعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث آحاد والأحاديث المتوترة ليست كثيرة لما لأنه ليس شرطا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أمام جمع غفير ففي مرات كثيرة يكون مع رجل أو مع سنين وربما مع سلاسة حدث أحد الموجودين ولم يحدث الباقون أو ربما مات من سمع يعني قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فحدث واحد أو حدث إثنان فما دام الحديث صحيحا فهو يوجب العلم والعمل جميعا بهذه الإجابة أكون قد وصلت لنهاية حلقة اليوم على أمل أن نجيب على كل الأسئلة والاستفسارات التي تتفضلون بإرسالها أيضا ويجيب عنها علماء أجلاء من علماء قناة الرحمة المباركة لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجيت معكم أستودعكم الله سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر